الوجهة هذه المرة اختصاص يكن بالملاكمة التايلوندية وممتهنه هو شاب تألق على المستوى الدولي واحترف الملاكمة التايلوندية ويعرفون عليه رفقة دفت هو من موالد واحد وتسعين تسعمائة وألف نشأ على حب الرياضة فبرى تحدى وتألق إنه الجزائري ابن بيجايا غيلاس باراش مارس بل واحترف اختصاص الملاكمة التايلوندية مازجان القوى البدنية التواضع والرؤية الدقيقة للعبة سره في ذلك التمرين المتواصل دون هوادى واختار له وزن أقل من 67 كيلوغرام ليدخل عالم الاحتراف سنة 2009 غيلاس باراش سطع نجمه في الوسط الرياضي وأضحى واحدا من أهم المنفسين الأقوياء الذين يحسب لهم أكثر من حساب في مختلف المنفسات الخاصة بالملاكمة التايلوندية إذن هو غيلاس باراش وقبل تواجهه إلى المشاركة والمنازلة في أكبر المنفسات في تايلندا وزار التليفزيون وكان له معنى هذا الحوار أعطاء معه كيشب المنفسات de حقيقية وأصحى دون أندسية في الزناية لأصحى دون بشيء في تايلوني ويفوز تايلون من هات من مدينة وهزمان المتواصل في ظايلنة في الصفحة المنفسات في عملك في المنفسات الخاصة بالمناسبة للتايلوندية والأخطار لعدام ونصر حيث السيباب للأخط مختلفة لأنه يتعلي البحث وانت كنت أقوم بن على هدرا من الأخطار من المعرفة بالنسبة لتعرف الأية الثانية إذا كنت أتعلق المعرفة بالنسبة للمعرفلة بالنسبة لحسوس العلم في ظهروا ، صاحبا أو عبئية صاحبا ، كون الأخطار والمقسة في المعرفة و لا يمكنهم أن تكون بعض الأخطار الثانية إن شاء الله اتشاهدني موائي تاي ماكس موي تاي ومع تايلاندي في الستاديوم الجندير في لومبيني كانت هذه الملاكمات تايلاندية وكان هذا غلاس باراج كل التوفيق لطفبان في المنافسات المقبلة وتمثيل الجزائر أحسن